اشتركوا في القناة على رادار اودونيزي الايطالي من اجل التعاقد معه في الموسم المقبل قال الخبر ده قال كمان رغم انه النادي الايطالي اللي هو ختم الدوري في المركز ال13 لسه لم يتقدم حتى الان بعرض رسمي لضم رمضان من هيدرسفيلد وقال انه بيدرسه التحرك في الوقت اللي التقرير فيه قال انه النادي الانجليزي بيرحب فقط ببيع رمضان صبحي وليس اعارته وحط سعر مبدأي يصل الى سبعة مليون يورو لكنه قد يقبل بعروض اقل اللي هي ممكن توصل لخمسة او ستة مليون يورو بحسب الاخبار اللي جاية من اوروبا برضو الرقم اللي بيتكلمه فيه هو رقم كبير جدا جدا معرفش هال النادي الاهلي حيبقى عنده القدرة على انه ودي زاوية تانية من الخبر هال النادي الاهلي حيبقى عنده القدرة على انه يدفع الرقم ده واذا كانت الكلش وميركاتو بيتكلم فيه الجزئة اللي لايه علاقة بسبعة مليون يورو فلو نزل الرقم هينزل لكام ويقدر النادي الاهلي يدفع كام رقم كبير جدا هل النادي الاهلي لما طلع رمضان كان متخيل انه هو هيرجع يشتريه بالرقم ده طب هو الانهي الافضل لمصلحة اللاعب والافضل لمصلحة النادي الاهلي تفاصيل كتيرة جدا جدا ما حدش هيعرف يجاوب عليها الا الايام اللي جاية الا التفاصيل او الامور المادية اللي حتشوف هتمشي ازاي سواء ما بين النادي الانجليزي وبين الاهلي او النادي الانجليزي واي عروض تانية خب بلك انه التقرير ده ما قالش انه لحد اللحظة دي لسه ما حصلش وتقدم عرض رسمي النادي الانجليزي